أهلا بكم جميعا سنتكلم اليوم عن طريقة تقدر تسفر بها إلى ألمانيا بدون شروط صعبة الطريقة هذه عبارة عن نشاط تتوعي لمدة سنة داخل ألمانيا يشمل مساري في السفر تذكر التائرة ورسوم الفيزا يشمل أيضا الإقامة السكن والأكل والنقل ومصروف جيب يعني راتب شهري بدون شروط صعبة يعني بدون شرط الخبرة أو مؤهلية دراسية وبدون اختبار في اللغة الألمانية أصلا ستتلقى تدريب في تعلم اللغة أو لوصولك إلى ألمانيا اعمل لايك للفيديو وإذا كنت جديد في القناة اشترك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد أول بأول وعد لنبدأ الشرح فرصة التتوع هذه موجودة على الموقع الرسمي لهيئة التضامن الأوروبي لكن السبب لخليني أتكلم عنها في فيديو كامل وهي عملية التقديم التقديم يا جماعة على الموقع الرسمي للمنظمة وليس على موقع هيئة التضامن الأوروبي يعني عندما تقوم بالتقديم على هذا التطوع ستقوم بمل استمارة التقديم الموجودة على الموقع الرسمي للمنظمة كما تشاهدون أمامكم هنا يقول لك إذا كنت مهتما فيرجى التقديم فقط من خلال هذا الرابط لذلك أنا اليوم سأشرح لكم عملية التقديم بالتفصيل وبطريقة صحيحة كما تشاهدون أمامكم من الموقع الرسمي لهيئة التضامن الأوروبي ماستر فانكمينش إي إن شاء الله نكون انتقتها بطريقة صحيحة هي منظمة داخل ألمانيا تقوم بالاعتناء بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتقوم بتوفير بيئة رائعة للأشخاص هذي عن طريق جمعهم داخل مقهى حتى هذي الأشخاص لا تشعر بالنقص وتكون مثلها مثل أي شخص عادي هذا المقهى لا يقتصر عن شرب القهوة فقط بل يقام فيه الكثير من الأنشطة الأخرى مثل العروض والقراءة وغيرها فأنت كمتتوع سيكون دورك أنت وبقية المتتوعين هو مساعدة المنظمة هذه عن طريق العمل في هذه المقهى في التنظيف الطبخ تقديم المشروبات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وهكذا من الأنشطة حسنا بالنسبة لمميزات هذا التتوع كما أخبرتكم في أول الفيديو يشمل هذا التتوع مساريف السفر والإقامة ونقطة مهمة سأوضحها لكم كل فرصة تتوع مع هيئة التضامن الأوروبي تشمل مساريف السفر يعني أي منظمة تقدم عليها ستوفر لك مساريف السفر لهما تذكر الطائرة ورسوم الفيزا حسنا المنظمة تقول لك سنساعدك في العثور على سكان مناسب وستتكفل بدفع الإيجار ستحصل أيضا على تذكرة للنقل العام مما يجعلك تتحرك بسهولة بالإضافة إلى ذلك ستحصل على مصروف جيب شهري لتغطية نفقات التعام وأنشطة أوقات الفراغ ننزل للأسفل لقائمة الدول لتقدر تشارك في هذا التتوع كما تشاهدون أمامكم هذه قائمة الدول المشاركة المنظمة تبحث عن متتوعين من هذه الدول طبعا أحنا لهمنا الدول العربية موجود الجزائر مصر لبنان الأردن ليبيا المغرب فلسطين سوريا وتونس أنت إذا بلدك ضمن هذه الدول العربية يمكنك التقديم على هذا التتوع حسنا بالنسبة لمتتالبات هذا النشاط التتوعي نود أن نرحب بشخص منفتح الذهن ومتواصل ولديه على الأقل القليل من المعرفة باللغة الألمانية أو الدافع لتعلم اللغة في الدورة وفي العمل كما أخبرتكم المنظمة ستوفر دورات للمتتوعين في تعلم اللغة أو الوصولهم إلى ألمانيا نحن فريق غواصين للغاية لذلك نرحب بالجميع بشكل أساسي العمر أيضا يجب أن يكون من 18 سنة إلى 30 سنة المنظمة لم تضع هذا الشرط لكن بصفة عامة هذا الشرط موجود في كل فرص التتوع الموجودة مع هيئة التضامن الأوروبي نذهب لطريقة التقديم أنت حتى تقدم على هذا النشاط التتوعي يجب أن تملأ استمارة التقديم الموجودة كما قلنا في موقع المنظمة أنا سأترك لكم رابط التقديم في صندوق التعليقات في أول تعليق ويمكنك أيضا الدخول له من هنا تقوم بنسخ هذا الرابط وتفتحه على جوجل حسنا لما تدخل له ستجد هذه الاستمارة سيطلب منك وضع بريدك الإلكتروني وهنا يقول لك الرقم المرجعي الشخصي أو PRN سأشرح لكم أي شخص قام بإنشاء حساب على الموقع الرسمي لهيئة التضامن الأوروبي عنده رقم مرجعي شخصي نفترض أنه معك حساب على الموقع الرسمي لهيئة التضامن الأوروبي كيف تجد هذا الرقم المرجعي أولا تقوم بتسجيل الدخول من بعد تضغط على ثلاث أستر هنا وتضغط على أول خيار سيفتح لك صفحة حسابك الشخصي تنزل للأسفل هذا هو الرقم المرجعي تقوم بنسخه وتعود لاستمارة التقديم وتضعه هنا نفترض أنك لا تملك حساب هنا على الموقع الرسمي لهيئة التضامن الأوروبي في هذه الحالة عندك زوز حلول إما تقوم بإنشاء حساب ومن بعد تنسخ الرقم المرجعي مثل ما فعلت هنا بالضبط سأترك لكم فيديو شرحت فيه كيفية إنشاء حساب على موقع هيئة التضامن الأوروبي أو الحل الثاني تضع هنا أنا على أي يعني أنك لا تملك رقم مرجعي والخيار طبعا يعود ليك حسنا من بعد تضع الاسم الأول واسم العائلة والجنس ذكر أو أنثى وتاريخ الميلاد من بعد تضع الجنسية البلد التي تولدت فيه وبلد الإقامة البلد المقيم فيه حاليا هل تحتاج فيزا لحضور هذا المشروع تضع نعم هنا خاص باللغات المنطوقة يعني اللغات لتجيدها تضع عربية فرنسية إنجليزية تضع اللغات لتجيدها هنا أنت إذا لا تعرف أي شيء على اللغة الألمانية تضع علامة على الخيار الأول لا أود أن أتعلمها كما أخبرتكم سيحصل المتتوع على دورة لتعلم اللغة الألمانية وإذا تجيد هذه اللغة تضع علامة على الخيار أو المستوى لعندك هل لديك أي عمل محدد أو خبرة تتوعية يمكن أن تكون ذات سيلة بهذا المنصب إذا عندك أي معرفة أو خبرة ذات سيلة بهذا النشاط تضعها تضع نعم وتضع العمل الخاص بيك أو المعرفة لتكتسبها وطبعا يكون هذا العمل ذات سيلة بهذا النشاط مثلا عملك في مقهى يعني نيدل عملك في مجال الطبخ في مجال تنظيم الحفلات وهكذا من الأعمال كل هذه الأعمال ذات سيلة بهذا النشاط التتوعي وإذا لم تشتغل هذه الوظائف من قبل تضع لا حسنا ماذا تحب أن تفعل في وقت فراغك هنا يقصد به وقت الفراغ أثناء فترة التتوع تضع أي شيء تريد عمله في أوقات الفراغ يرجى توضيح ما الذي يحفزك على التتوع لهذا المنسب ما هو الشيء لخليك تقدم على هذا التتوع تضع مثلا أريد مساعدة الأشخاص ثوي الاحتياجات الخاصة أريد التعارف على ثقافات جديدة أريد اكتساب مهارات ومعرفة جديدة وهكذا حسنا هل لديك منظمة إرسال؟ منظمة الإرسال هذه خاصة بالأشخاص لتقوم حاليا بنشاط تتوعي في بلدها أو تتوعت من قبل مع جمعية أو منظمة أنت إذا تتوعت من قبل أو تقوم بنشاط تتوعي حاليا تضع نعم وإذا لم تتتوع إطلاقا تضع لا وإذا وضعت نعم تخبرهم هنا باسم الجمعية لتتوع معها ونوع الأنشطة لتقدمها هذه الجمعية وإذا وضعت لا تخليها كيفما هي لا تضع فيها شيء من بعد تقوم برفع السيفي الخاص بك هنا تضغط على أضف ملف وترفع السيرة الذاتية الخاصة بك في صورة ما لا تملك سيرة ذاتية أنا سأترك لك فيديو كامل لكيفية تصميم سيرة ذاتية تجدون رابط الفيديو في صندوق التعليقات حسنا بعد ما ترفع السيفي تضغط على إرسال وهكذا أنت تقدمت على هذا التطوع بشكل رسمي وما عليك كان انتظار مراجعة هذا التلب لقدمته إذا تم قبولك ستسلك رسالة على البريد الإلكتروني من المنظمة حتى تبدأ في الإجراءات التالية وستحصل على خطاب دعوة رسمي من المنظمة حتى تقدم به على فيزا التطوع ستتفاهم معك أيضا بخصوص مساري في السفر تذكر التائرة ورسوم الفيزا إما ترسل لك المبلغ في الأول أو تحصل عن هذا المبلغ عند وصولك إلى ألمانيا مدة التطوع ستكون عام كامل وآخر موعد للتقديم يوم 10 في الشهر السادس تقريبا مازال 25 يوم على انتهاء التقديم هذا كان كل شيء في فيديو اليوم لا تنسى دعمي باللايك ومشاركة الفيديو مع أصحابك المهتمين بالسفر والتطوع في ألمانيا حظ موافق ترجمة نانسي قنقر